مساء الخير عليكم يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على السفر الى فرنسا بسهولة. واسهل تأشيرة تقدر تاخدها من فرنسا. وهي فيزة العمل الحر. اللي هي فريلانسر فيزا. طيب الفيزا دي متاحة لجميع الجنسيات ونسبة قبلها عالية جدا. آآ الفيزا دي بتاخدها لمدة عام واحد وبتتجدد. طيب هقول لكم على كل التفاصيل مميزات التأشيرة دي. والشروط بتاعة التأشيرة. والورق المطلوب. فخليكم معايا لنهاية الفيديو. طيب التأشيرة دي تقدر تعيش فيها في فرنسا او اي دولة اوروبية بخلاف فرنسا عند الحصول عليها. التأشيرة دي متاحة لكل واحد بيشتغل اعمال حرة. اي له اي عمل اونلاين او له مصدر دخل. طيب معنى كده ان الفيزا دي للناس اللي حابة تسافر فرنسا وتشتغل لحسابها الخاص. مميزات التأشيرة دي ايه? واحد انها لا تشترط عقد عمل. اتنين بدون اختبارات لغة. تلاتة الفيزا تسمح ليك بالعيش في اي دولة عربية لمدة اربع شهور في السنة خارج فرنسا. اربع تقدر تشتغل بعد الحصول على التأشيرة دي ولكن شغل بدون وراء. خمسة الحصول على اقامة مدة السنة وتقدر تجددها حتى خمس سنوات ثم تحصل على الجنسية. رقم ستة الفيزا تسمح باستحاب العائلة. يعني تقدر تاخد عائلتك معك. طيب حدا هيسألني هي ليه فرنسا او بعد الدول الاوروبية طرحت النوع ده من التأشيرات. هقول لكم ان الفيزا دي تبادل المنفع. يعني فرنسا هتسمح لك ان انت تحصل على الاقامة وتعيش داخلها. آآ لانك لا تتكلف الدولة اي مبالغ. انما انت اللي هتصرف يعني الفلوس اللي كنت انت بتصرفها في بلدك. هتصرفها داخل فرنسا. زي ايجار الشقة مصاريف الاكل الضرائب. وده بيساعد على نمو الاقتصاد في فرنسا. لان انت يعطبك كده عايش بين المرتب اللي بيجي لك من خارج فرنسا. فده لا يسبب اي عبقة على الدولة. طيب شروط الحصول على التأشيرة دي ايه? واحد فيش جنائي نظيف من بلدك. اتنين ان يكون لك شغلك الخاص اي بتشتغل عمل حر من اي من الاعمال الحرة. زي اليوتيوبر مصمم جرافيك اي عمل حر. رقم اربع كشف حساب بنكي لمدة ست شهور يكون فيها ما يزبط اداع شهري. مبلغ لا يقل عن الحد الادنى للدخل في فرنسا. وهو تقريبا الف وربعمائة يورو. بعملة بلدك. او ما يعادل عملة بلدك. طيب لو الشروط دي تنطبق عليك بتقدر تقدم على التأشيرة دي من السفارة. ونسبة قبلها عالي جدا. طيب الاوراق المطلوبة للتأشيرة رقم واحد جواز سفار ساري. لمدة عام. اتنين. اتنين صورة شخصية خلفية بيضة. تلاتة مل استمارة طلب التأشيرة. اربع خطة عمل. اتشع فيها انت هتسافر فرنسا تعمل ايه هناك. رقم خمسة كشف حساب بنكي زي ما قلنا الاخر ست شهور توضع فيها الدخل الشهري ليك ما يعادل الف وربعمائة يورو. بعملة بلدك زي ما قلنا. رقم ستة الفيش الجنائي يثبت انك ليس عليك اي احكام داخل بلدك. رقم سبعة تأمين صحي يغطي لمدة سنة. رقم تمانية اثبات الاقامة اي ايجار شقة داخل فرنسا. طيب ده كان كل ما يخص التأشيرة دي والتأشيرة دي زي ما قلت لحضراتكم ان هي نسبة قبلها عالي جدا وفي ناس كتير قوي خادتها. وطبعا زي ما حضرتكم عارفين ان الوقت ده في ناس كتير قوي شغلها اه او اعمال حرة وبالتالي هتكون دي فرصة جميلة جدا للسفر ليها بسهولة بدون اي شروط او بدون اي اه تعقيدات. طيب يا رب يكون الفيديو عجبكم وبالتوفيق للجميع واشوفكم في فيديو جديد مع السلامة.